قصص معتقلين استشهدوا تحت التعذيب دوانتها غادة باكير بسرد مؤثر على صفحة أول كتاب يصدر في المناطق المحررة قصة خمسون معتقلا من إدلب وريفها كانوا قد اعتقلوا خلال السنوات الثماني الماضية طبعا كانت غاية نمت المغتلك أول شيء أنه نحن نحولهم من أرقام لبشر التالي شيء نوسق هاي الجرائم اللي ارتكب النظام في المؤتقلات على لسان الأهالي كان أكتر قصة يمكن أثرت فيها اللي كانت لأحد الشباب من جبل الزاوي اللي ضحى بحياته في سبيل انه يصلى خطيبته لكن من خلال الحوارات اللي نحن كنا نملة مع الأم مثلا أو الزوجي أو الأب كنت تحسي بوجع الأهل تحسي في معاناتهم الدموع اللي أحيانا كانوا يحاولوا يخبوه ما يحاولوا يظهروا ضعفهم قدامنا خلق قبل الدخول في تفاصيل حقوق المؤتقل لازم في شغل لازم نفسي نحدد أنه هذا مؤتقل أولا اللي بيصير أنه ما بينعرف أنه معتقل لا ما معتقل أنه النظام ما بيترف فيه هو معتقلين هو الجانب الهام اللي مغيبين مختفين قسريا بس يصير اسمه معتقل عند النظام فيه حقوق معينة أول شيء توكيل محامة تأمين الزيارات بشكل دائم لأهالي بشكل أسبوع أو بشكل شهري المهم بيكون فيه زيارة واستمرار التواصل معه طبعا هذه الحقوق كلها مسلوبة بدأت قصة كل معتقل بتفولته على لسان أحد ذويه مرورا بشبابه إلى لحظة اعتقاله ووصف لحظة تلقي خبر موتهم تحت التعذيب قصص مؤلمة لشباب أغلبهم لم يتخطى الأربعين وحياة مبتورة كان لهم الحق في إكمالها كثير حلو أول شيء صدور الكتاب بأسبوع المعتقل وحلو أنه بسراقي اللي نحن من قوائل الأيام الأولى للثورة طلعت وانتفضل كثير حلو أنه يكون فيه عند حتى هاي الظاهرة تطلع منا ومن بنت وكثير حلو أنه نتذكر مع بعض آلام المعتقلين تم إصدار الكتاب قبيل معرض إسطنبول للكتاب وتم توزيعه في تركيا ويوزع حاليا في الشمال السوري في بادرة قد تتجاوز إدلب إلى بقية المحافظات لتوثق شهداءها حين تتحدث الزنازين عن معتقلين من إدلب قضوا تحت التعذيب عنوان لكتاب أصدر في الداخل السوري كالأول من نوعه لوعيد الذكرى لأشخاص فقدوا الحياة من أجل حرية منبقوا أحياء ميرنا الحسن أوريانتو نيوز سراقب ريفو إدلب